اشتركوا في القناة هذه الحلقة سوف تكون عن موضوع مهم يتعلق كذلك بالاقتصاد الموصلي وهو عن الوطنيون الاقتصاديون في الموصل هذا هو عنوان الحلقة وقد سبق لنا أن تحدثنا عن الاقتصاد الموصلي وعن الزراعة، التجارة، الصناعة، تجارة الخيول كما تحدثنا عن مصطفى الصابونشي والوطنية الاقتصادية وأشرنا إلى أن هناك مجموعة من التحولات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد الموصلي خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين وهذه التحولات تتعلق باتساع تجارة الاستيراد والتصدير وكذلك تأسيس البنوك وأيضا نشوط طبقة برجوازية تجارية في الموصل امتلكت الأموال من خلال عملية التجارة بين الموصل والزاق كبيرة من العالم وخاصة في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين وتحول الاقتصاد الموصلي كما الاقتصاد العراقي عموما من اقتصاد الطبيعي الذي يعتمد على الاكتفاء الذاتي وتلبية الحاجة المحلية إلى اقتصاد السوخة والاقتصاد الرأسمالي ولهذا نجد أن هناك نوع من التطور في البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية في الموصل قادت إلى نشوء هذه الطبقة البرجوازية أو ما يمكن أن نسميه أيضا بالقطاع الخاص والحكومة الحقيقة قبل عدة سنوات حاولت أن تعيد الاعتبار إلى هذا القطاع لكن هذا القطاع الذي أصيب بنكبة في سنة 1964 من جراء تأميم الشركات والبنوب والمعامل والمصانع لم يعد هناك مجال لأن تعود هذه الطبقة لممارسة دورها ولا بد من إجراء الكثير من الذشاطات وتشريع الكثير من القوانين لكي يعود الاعتبار للقطاع الخاص ولكي تنمو مرة أخرى الطبقة الوسطى أو الطبقة البرجوازية هذه المسألة الحقيقة كان لدينا اهتمام كبير بها وفي جامعة الموصل أنجزنا رسالة ماجستير عن تاريخ الصناعة الوطنية في العراق وكذلك خدمها الطالب الباحث جون يوسف كما أنجزنا كذلك أيضا رسالة ماجستير حول الأصناف والتنظيمات المهنية في الموصل وكذلك أيضا أنجزنا رسالة عن غرفة تجارة الموصل ومن ثم أطروح الدكتوراه عن الدور الاقتصادي للبرجوازيين الوطنيين ليس في العراق وحسب بل في مصر ولبنان وسوريا وفلسطين وهي الأطروح التي تقدم بها الطالب عريبي أو صراح عريبي عباس الحقيقة في كل هذه الأعمال تحدثنا عن الوطنيين الاقتصاديين وقلنا أن هؤلاء قاموا بدور كبير في تعزيز الاستقلال الوطني ليس من خلال الأحزاب وليس من خلال الشعارات وإنما من خلال الاقتصاد تحدثنا عن مصطفى الصابونشي ونتحدث اليوم أيضا عن نجيب الجادر وهاشم الحاج يونيس وزوير المفتي وعدناق الصاباشي وغيرهم من الوطنيين الاقتصاديين الذين قاموا بدور فاعل في تنشيط الحركة الاقتصادية في الموصل خاصة وفي العراق عامة أيضا من طبيعي الإشارة إلى أن هؤلاء الوطنيين الاقتصاديين قاموا أيضا بدور كبير في تجييع المنتجات الوطنية وكانوا يرفعون شعارات من قبيل أن من الضروري تجييع المنتجات الوطنية وكذلك أيضا حماية هذه المنتجات وبناء اقتصاد وطني مستقل ومصطلح الوطنية الاقتصادية في الحقيقة استخدمه أحد الأساتذة المهتمين بالتاريخ العربي الحديث في كلية سانت أنتوني في جامعة أكسفورت وهو روجر أولين عندما تحدث عن الاقتصاد الوطني المصري طلعت حرب ودوره في تنشيط الاقتصاد الوطني المصري هؤلاء الوطنيون الاقتصاديون كانوا دائما يدعون إلى إقامة صناعة وطنية وحمايتها من المنافسة الأجنبية كما كانوا يطالبون الحكومة بتشجيع الصناعة الوطنية من خلال الإعفاءات ومن خلال التسهيلات اللازمة وكذلك أيضا شجعوا الأهالي على الاستثمار في المشاريع التي أقاموها ورفعوا شعارات جميلة جدا من قبيل أخدموا أنفسكم وبلادكم أحفظوا دراهمكم بشرائكم منتجاتكم الوطنية لا حياة لبلاد تذهب دراهمها للخارج ولا تعود في حلقة سابقة كما قلنا تحدثنا عن الصابونشي وفي هذه الحلقة نقول أيضا أن إلى جانب مصطفى الصابونشي كان هناك عدد من الوطنيين الاقتصاديين الموصلية ومنهم محمد نجيب الجادر وطبيعي كما هو معروف الظروف الاقتصادية خلال الحربين مكنت هؤلاء الوطنيين الاقتصاديين من جني ثروات كبيرة ساعدتهم في الاستثمار في الصناعة وخاصة في مجال تصدير الأصواف والحبوب والمنسوجات وما شاكل ذلك لهذا أسهموا في إنشاء معامل ومصانع للدباغة والنسيج وحلج الأقطان كما أسسوا معامل للغزل والنسيج وعلى سبيل المثال محمد نجيب الجادر أسهم في إنشاء معمل للنسيج الحكومي في بغداد وكذلك أيضا كان دائما يؤكد على الحكومة من خلال دوره كرئيس لأرفة تجارة الموصل منذ سنة 1926 على إتاحة المجال لنبوه الاقتصاد الوطني وكذلك أيضا حماية المنتجات الوطنية وشمولها بما يسمى بالإحفاء القمرقي أيضا بالتأكيد التحديد هذا التحديد وكان يعرقل سير العمليات الإنتاجية وكذلك أيضا نلاحظ أن محمد نجيب الجادر أسهم كذلك في تجارة الصوف وكان وكيلا للشركة الأفريقية الشرقية التي تولت تصدير الصوف إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي كذلك أيضا أسهم في فتح فرأ للبنك العربي في الموصل وساعد أيضا البنك العربي في مصر من تقديم مجموعة من الخروض للفلسطينيين الذين خرجوا من فلسطين وذهبوا إلى مصر في غرفة تجارة الموصل التي هي من أقدم الغرف التجارية في العراق حيث أنها أنشئت في أواخر القرن التاسع عشر ثم أعيدت وجددت بعد صدور قانون الغرف التجارية العراقية في 1926 وكان إلى جانب محمد نجيب الجادر الذي ترأس غرفة تجارة الموصل حمدي شميران وكذلك أيضا سعيد الدباغ وهذه الغرفة لعبت دورا كبيرا في تنشيط الاقتصاد الموصلي وهناك أيضا عدد كبير من الاقتصاديين الموصليين من اهتم أيضا بالعمل المصرفي ويمكن أن نشير إلى حميد حديد وآل دنو وزهير المفتي وعدنان قصاب باشي وغيرهم من الوطنيين الاقتصاديين الذين عملوا من خلال إنشاء البنوك والمصارف في الموصل أو من خلال غرفة تجارة الموصل وكذلك أيضا نشير إلى دور أيضا قصي يحيى قاسم الذي أسس مع مجموعة من المستثمرين مصرف الموصل للتنمية والاستثمار ولا بد لي أن أشير إلى آل الدرزي ومنهم الحاج أحمد الدرزي وآل اليوزبقي ومنهم الحاج أمحمد علي اليوزبقي وآل السمان وآل العناس وغيرهم من الذين لعبوا دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد الموصلي وأدعو من خلال هذا البرنامج أصحاب رؤوس الأموال وأثرياء الموصل وتجار الموصل إلى استثمار أموالهم في مشاريع اقتصادية صناعية وزراعية وتجارية تفيد المجتمع ويحذو حذو أولئك الوطنيين الاقتصاديين الذين لعبوا دورا كبيرا في تنشيط الاقتصاد الموصلي خلال تلك الحقبة الزمنية التي تحدثنا عنها شكرا لإصغائكم وإلى حلقة أخرى من برنامج موصليات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة